سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير ممكن تتفرج عليها بالليل بس هو انا بسجله الصبح في صباح الخير هل تعلم ان هذا النهائي مش هو النهائي الاخير في هذه البطولة يعني يا جويش يعني يا نوفد بس انا بحب اتفرج عليه جدا على الفيسبوك الريلز بتاعته جميلة بخصوص البزنس والحاجات دي يعني يا نوفد يعني الاول والتاني هيلعبوا اللي يكسب مستني التالت والرابع يلعبوا اللي يكسب ويلعبوا نهائي للكسبانين اسمه جراند فينالي مش موضوعنا اعتبر ان ده النهائي الاولاني لسه في نهائي كمان النهائي الاولاني ما بين ماجنس كارلسون بطل العالم السابق سامحني بس هيدي الحقيقة وفيروزا فيروزا بقاله كتير بعيد عن الشطرنج يا عزيزي المشاهد يعني مقدرش اقول بقاله كتير بعيد اللي هو زي بقاله كتير بعيد بروح المستشفى ويهي لا بقاله كتير بعيد يعني هو مهتم بشيء اخر غير الشطرنج الا وهو الفاشن ديزاينينج وتصميم الازياء وعشان عايش في فرنسا وكده وبتاع ماشي هل محافظ على مستوى الشطرنجي ولا لا الله اعلم لايك لازيزي اقبالك واشترك في القناة والحاجات دي وهيا بنا بدأ مالك هذه المباراة الاولى كل واحد معه 15 دقيقة تزيد 3 ثواني مع كل نقلة اللي يوصل 2.5 اولا يفوز بدأ مالك من ماجنس كارلسن ويقابل السقلي فيروزا مشهور انه يلعب النكدورف وايضا يلعب الكاروكان لكن نستخدم النكدورف في هذه المباراة خلينا اقول لك معلومة بسيطة عن النكدورف وقد ايه هو متشاعب وكبير في هذا الشكل وهو الموقف اللي هو اللي بيتفرع منه جميع التفريعات الرئيسية هذا الشكل ممكن تكتشف ان في 15 نقلة ملعوبة هنا اي نقلة تحط ايدك عليها هنا بتتلعب A4 بتتلعب B3 بتتلعب Bishop هنا بتتلعب Bishop هنا بتتلعب Bishop هنا Bishop هنا F3 RG1 H3 بقول لك اي حاجة تمدي ايدك عليها هنا ممكن تتلعب ماجنس اختار RG1 اول نقلة ملعوبة Bishop E3 35000 مرة و Bishop G5 22000 مرة RG1 400 مرة فطبعا نقلة نادرة لكن طبعا لازم تكون عارفها وفكرتها انك عاوز تدفع هذا البيدق على الحصان فيتحرك الحصان فيخلالك مربع D5 منعه من الفكرة اوكي بادام ما عرفتش هتطرده من مكانه بالبيدق خليني اتخلص منه بقطعة Knight BD7 تاكل اجيب التاني صاحبه Bishop C4 بعد ايه بعد دقيقتين ماجنس كرلسون يفكر و G6 اللعبت فكرة G6 هي فكرة جعلت ماجنس كرلسون يلعب هجوم يبدو أوتوماتيكيا يعني ايه قصدي يعني ايه خلاص ماشي مضايع ايه جويش ده معلق معي قوي G6 Queen D2 طب الاحسن كان ايه الاحسن تبعا للإنجين انك تلعب B5 ما خافش من دي لا ما تخافش من دي Queen C7 عادي حصان اصلا شكله معادش بيرجع وفي مصيبة هنا ننجي مدي بيشب هنا وبعد تطرد الحصان وهتاخد قطعة طب لو عاوز ارجع مثلا الفيل ورا اصلا متهدد مصيبة يعني ماشي طيب لو لعبت في هذا الشكل Bishop D5 نعيذ فأنا هلعب Carne pross ممدي M6 واحد الافكار ممدي الحصان M6 تحاول تتخلص من هذا الحصان حتى لو يعوج لك المسائل يديك انتيше إعجب اوكي اوكي لكن دي سيكس اللي عيبت ودخل ماجنش كروس للعب كوين دي تو بيشيب تبييت كوين سي سيفن هات الفيل يتحرك الفيل محافظا على وجوده في الوطر بي فايف بيعمل الهجوم التبكال بتاع النكدورف اللي هو بيشيب رخ ويدغط على الفايل كما يضغط على بيداء الإيفور بالبيشيب وبالحصان واخب بالسيادتك فخلاص ده كان تهديد والحصان هياخد البيداء فحمى البيداء بزيادة ورخها اصلا معدلهاش معنى ما بتعملش اي حاجة هنا خلاص تبييت والان ماجنس دها واحدة اف فور عاوز يهجن بقى على هذا الشكل البيدقي من خلال اف فايف وياكل ما تقدرش تاكل عشان الربط اللي على الوطر كلام كبير جدا نايت سي فايف عايز يتخلص من الفيل اللي عامل المشاكل على الوطر ولكن اسمح لي ماجنس ام اديها واحدة بشيب تيكس لو اكلت بالفيل شكرا المربع ده بقى بتاعي تتحرك بالوزير مثلا بعد ما تاكل وانا اعوجلك المسائل بهذه الطريقة بعدين اديك اف فايف حتى لو دفعت حاجة زي كده فانا بفتح المسائل غصبة عنك تدفع تاني بلعب نايت اي تونة لفظيعة لو اكلت البيداء بلعب نايت جي تري ولو رجعت تاني بالوزير الوزير بيقفز والبادق بتسقط ومت في ستة مش اجباري بس احد التفريعات اللي بتكسب كله بيكسب المهم بعد نايت سي فايف بشب تيكس اكل بالبيداء محبش يخش بقى بالشكل اللي نسى موريهولك بتاع نايت دي فايف اكل بالبيداء بس اف فايف لعبت الان بتهديد اني عاوز اكل ما تقدرش تاكل لذلك صاحبنا تحرك اقو والان يتحرك الملك بعيدا عن هذا الوطر عشان ما تطربطش بشب بي سفن نايت دي فايف هات الوزير اكل اولا وعايز الوزير يعني انفحش تاكل الوزير هيكل بكش خبالك فلازم تاكل بعدين اكل 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 دلوقتي بكش لانه شاف انه لو اكل على طول ده مش احسن حاجة نتيجة انه لسه البيداء موجود منع الحصان انه يقفز فهو اكل بكش اولا اكلة جميلة جدا فضل مربع ده وبعدين خلى حصان قوي جدا وصد فيه يعني مش احسن حاجة ماشي هو يمكن يبقى احسن لو انت دفعت البيداء والفيد تفتح بس هل في وقت كافي لذلك ركية تحركت خفز الحصان هات الوزير الوزير يتحرك والان ماجنس عاز لفتح المسائل فكر له بتاع دي ايا او ام ديها واحده جي 4 على الهوى فكر جي 4 قدام انك لا يمكن ان تحمي البيدق يعني حاكل اه بس ما ينفعش تحميه نتيج طيب ان انا هتديك دب لو ااخد ايه وزيرك فيمكن الآن الضغط على البيدق بروك إي فور بشيب إتشي سيكس أولا الله هات الوزير طب الوزير يتحرك دلوقتي قدر أدفع البيدق ومعادش فيه الدوبلي يعني هو ماجنس ساهي عن الكلام ده روخ في الجي فور يا لها يعني دلوقتي ما قدرش شاكل لأن الوزير متعلق يا الله بقية المباراة ماجنس كارلسن يترجم التفوق معه أربعة ونص تعاني كسر عشان خطري ما بكسرش والملك بتاع الخصم وحش اي فايف عاوز أفتح عليك ماجنس وبراءة الأطفال في عينيه كوين إتشي فور كمل كمل فكرتك ما تخافش أهم يديك مات في اتنين تيك 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 شكل مشهور جدا اسمه أناستيجيا ميت أعتقد على ما أنا فاكر يعني فيروزة أي نعم هو بايد عن الشيطرنج بس لسه فاكر شوية حاجات فاكوين إي سيفن كوين إيش ثري وضغط ماجنس كارلسن على هذا البيضق كما لاحظت بثلاث قطع ساب رخ لكن أخذ الوزير والملك عاري وشوية كشات لذيذة ونتاش له كان بدأ في السكة وبدأ كمان بيجري فخلاص مين هييل حق ده حتى لو أكلت بكش بأكل بالملك عادي معتش فيه ولا كش وزير جاي في السكة انتهت القصة كانت هذه المباراة رقم واحد على فيروزة الآن أن يجعل الفارق زيره بأنه يكسب ويبقى واحد واحد ويبقى لسه فيه فرص لكن حتى لو خسر فالمباراة تبقى 2-0 واللي يجيب 2.5 يكسب هو أنت اللي بتعرف تلعب بدأ ملك لوحدك مانا برضو بعرف ألعب بدأ ملك لوحدك ماشي فقال له أنا كمان بعرف ألعب سقلي لوحدك ماشي بس المرة دي إي سيكس التفريع الفرنسي من السقلي أوبن سيسيليان يعني وسط يفتح فيه فايل الدي وفايل السي نصف مفتوح وماجنس يهدد هذا الحصان مباشرة نايت سي 3 كوين سي 7 بيشيب اي 3 وفايروزا يلعب كوين اف 3 من التفريعات التي أعتقد والله أعلم بيلعبها نودر بيك عبدالستارف نايت اف 6 والآن تبيض طويل بصراحة فيروزا أخذ برضو شكل من الأشكال الهجومية الجيدة التي يمكن أن يفوز من خلالها أعت وزيرك والآن مشي رابط الحصان على الوزير ممكن ييجي في بالك أن يأكسر الربط بهذه الطريقة ولكن هذه بيلندر نتيجة وزير ياكل هنا مصيبة يعني مش بس الربط لكن كمان في ضغط يعني صائر على هذا صائر دي مظبوطة الضغط الصائر ايه أنا شكلي بقى بعوك الضغط الناتج الضغط الهادف الضغط الجوي المهم حد يقول لي بقى بجد الضغط الصائر دي مظبوطة ولا لا ماشي H5 دعبة الآن الانجين بيقول B5 جيدة واسمح بهذه التاكتيكات قالك والله التاكتيكات دي تقوله إلى التعادلية يعني ما بتكسبش تربطني آه أحمي ولو انت اديتني هذه الضربة الفضيعة في نقلة وحيدة تتعادل هنا ألا وهي نايت ها هنا الفكرة الفكرة اني أحمي بدأ الجي سيبن يا أخوانا يعني انت لو أكلت مباشرة وصاحبنا أكل بكيش وبعدين انت أكلت دايما فيه وزير يأكل طبعا دلوقتي ممكن أرجع القطعة آه بس دايما فيه وزير بيأكل هنا لكن في التفريع الآخر بعد روك تيكس لو لعبت نايت ها هنا أولا دي موجودة يأكل 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 والوزير حيمشي ومعدت فيه وزير في ايه في بيدا ماشي ان الانجين بدي كمان نقلة وحيدة للتعادل ألا وهي روك اي فايف نقل يا جماعة كله على الشعر انك دور في دا صعب جدا المهم يا ما لعبتو بس آه أرهقني أرهقني حفظ التفريعات ايتش فايف بدلا من بي فايف والان قفز بالحصان على اي حال وتبدو انها من افضل نقلات الانجين والابيض مع تفوق واحد ونص واضح ان فيروزا سيجعل النتيجة واحد واحد حصان على الهوى اكل حصان هات الوزير الوزير يتحرك والان بيشب بي سيكس افضل نقلة عاوز يدي كيش ويكسب فرق ووضع هيبقى سيق طيب هل مكسب الفرق دا كويس؟ اه لان هيبقى قطعتين وبدائين اه قصاد رخ لا رخ وبدائين قصاد قطعتين وكمان الملك مش هيبيت يعني فيه تعويض من كذا اتجاه نايت تيكس اي فور هات الوزير عادي انا حمشي وما زلت عايز التهديد وعايز دلوقتي كمان الحصان رخ تيكس اي توهي شغلانة ولا طيب ماشي كينج بي ون ما زال الانجين بيقول تفوق اتنين اه انت خدت بيدق هنا وبيدق هنا وانا خسران اصلا قطعة هو في ايه يا جدعان رخ رجعت ماذا تلعب في هذا الشكل؟ خسروا التبيت بالكيش الملك اتحرك والان نقلة واحدة تفوز لفيروزا واقف الفيديو وفكر فيها النقلة هي كوين بي ثري نقلة صعبة جدا جدا ليه ده نرايه حطله بالرخ والرخ محبوسة ما بتروحش في اي حتة هنا بتتاكل هنا بتتاكل هنا بتتاكل هنا بتتاكل هنا 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 الرخ محبوسة دي نقلة عادية لا نقلة صعبة لان انا دلوقتي كمان اكل لو انت كلت بالفيل خد بالك الحصان هيروح فالصح اني اكل الرخ فالصح اني اكل الرخ واسيبه ياكل رخ كاملة وبعدين العب هنا نقلة وحيدة للفوز نايت بي فايف عايزة ايه؟ عايزة احبس الوزير ويخسر وزيره فالان نايت افتوهت يابني لو اكلت تلعب بي سيكس واخرج بالوزير عال بي سيفن روك جي وان الصبر جميل نايت سي سيكس ودلوقتي ااخد الوزير لا بيض بيكسب خلاص كوين تيكس نايت تيكس نايت تيكس اف سيكس نايت بكت بي فايف فوق اربعة ففي هذا الشكل كوين بي ثري كانت النقلة الملاذية اللي هيخلص منها او هيفوز من خلالها لكن هو لعب هنا روك دي فور والشكل رجعت عادلي روك تيكس كوين تيكس والان اف سيكس لو انت عايز تاكل وترجع قطعتك لا مانع وهذا ما حدث لكن خلاص معدش فيه اي هجوم على هذا الملك هيتدفة في الاف سيفن والامور هاتو تبقى ممتازة دي فايف لعبت وخب بالك كمان الابيض الاسود معاه يعني افضلية بيدقية في الوسط كبيرة اف فور امشي لو سمحت فقال له بيشب دي سيكس اولا امش انت لو سمحت جدير بالذكر انك ان عدت الى هنا وزير في بيدق جمدة في حماية ايه الحصان فبشب دي سيكس لو عبت لو انت اكلت انا كمان حاكوا القطعة والماتيريا الاكول من حيث القطع مش من حيث البيادة نايت بي فايف نايت سي سيكس و بقية المباراة ماجنس كارلسن يترجم البيدقين الى مكسب ببساطة تكسير تكسير عاوز يفرتك المسائل قفز بكش الملك تحرك اخد بيدق هات الفيل لو سمحت رجع بحيث لو اكل اكل لو اكل اكل ومازال معايا البيدق دي فضيعة هتتحرك تبسيطات وتكسيرات قالت الى مكسب ماجنس في المباراة رقم اثنين البادئ بتجري انا بصراحة مفيش حاجة تتشرح واحد معا بدا اين مسكهم وهاتك يا دفعة واخد بالك وحيكسب ماجنس دلوقتي عايز اصلا يدي مات كش تمشي كش مات بس صاحبنا مسكه كشات وهو قاعد يتقدم بالملك يتقدم بالملك باتي قاله تعالى انكسر مشي بكش وانسحب جي ثري خلاص بتكسب ماجنس في لعب تدي كش من هنا مثلا مهمشي كده يا سيدي فيش حاجة خلاص ماجنس في ولا كش ولا في كش وحيدة من هنا عليها نايت اي فايف بس بكش ومعايا دلوقتي بقى زمام الامور كينج اي تو وبفوز جي تو حتى بتكسب مش عارف اقولك ايه انت عارف روك دي فور اتصرف عليها وقت قد ايه ثلاث دقايق بيفكر هذا هو عقله الى روك دي فور في الاخر في هذا الشكل روك دي فور اخذ فيها من ست دقايق ونص ثلاث دقايق ونص ثلاث دقايق كاملين ليلعب بلندر يضيع في كل التفوق فيروزا ليس بخير يا ام فيروزا اوكي المباراة رقم ثلاثة الامل الوحيد لعم فيروزا اللي كي ايه لكر يظل في هذا النهائي انه يكسب اثنين واحد مثلا لكن هو مضطل يكسب مطشين ورا بعض لو كسب المطش ده وتعادل اللي بعده برضه بيخسر اثنين ونص وواحد ونص تعالوا نشوف يستخدم هذه المرة الفرنسي إذا كنت معي حتى الآن شكرا من القلب نايت اف سيكس تفريع التقديم ولو إن تفريع التقديم يبدأ من البداية بالتقديم لكن ده يبدو ككلاسيكال وفي هنا على فكرة تفريع بتاع البشب اللي هو بيسموه مع H4 والحاجات دي بس بيعمل شوية حاجات جميلة لكن ده التفريع الكلاسيكي يتم ضرب الوسط من خلال C5 يدعم الوسط يضرب الوسط يدعم الوسط والآن كوين بي سيكس النقل الأساسية لكن A3 كمان ملعوبة وبيحاول إن هو ياخد هذه المساحة البيدقية على الجناح كوين دي 2 اوعى تكون مفكر إن كوين دي 2 فكرتها تبايت طويل ساعتها البدق دي بتجري عليك جريان فضيع وممكن تاخد متات الدنيا هنا تبقى ملبشة جدا زي اللحمة الملبشة كده أ Boeing بيشيب D3 بدت نقلة غريبة جدا الأنا توقعت في هذا الشكل إنو حاول لعب بيشيب D3 أو يلعب بيشيب G300 ويبيت ويبيت معرفش جي ثري ملعوبة قبل كده ولا ملعوبة ويبيت وانا شفتها كتير وعجبتني جي ثري لانها منطقية اعمل كده احط الفلوة بيت واخب بالك لكن هو لعب بشيب دي ثري بيقول للرجل تعالى هاتي السي فور هلو ماشي ده اللي ماجنس اصلا عايزه عايز يقفل الجناح وبعد بي فايف يدي له اف فايف على الهواء ودي نوفلتي ملعوبة هي مش ملعوبة قبل كده لكنها رقم خمسة على الانجن نوفلتي والله لو دفعت البيدأ يا عزيزي فانا حاكل عادي ولو اكلت انا حاكل اولا بكش وبعد ما انتا تاكل انا حاكل بالو ها 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 واعت هتاكل بالوزير تخسر تفعش لانتاكل بالبيدأ اوكي طب طبعا ما حصلش ما دفعش البيدأ لكنه لعب نايت بي سيكس جدير بالذكر انك برضو لو كانت في حصن في بيدأ جامدة فلعب بهذه الطريقة حمل بيدأ الوسطي والان بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ وماجنس بيت قصير خد بلك ان ده ملاذك الوحيد لو ما بيتش قصير دلوقتي احتمال اكشف كده والرخ تمنعك اساسا من التبييت فالرجل ام بيت اه يعني العقل زينة نايت قفز بالحصان مستغلا ان انت عشان تكونكت الروكس او تتصل الارخاخ دي ببعض لسه اتحرك الفيل وتحرك الوزير لكن انا ممكن اكل واجيب الروك الاخرى تبقى بتلعب لوحدها ما فيش معها اختها بتلعب قصدها كوين اي ايت بشب جي فور ضغطا على هذا البيدق والان بفور امشي لو سمحت قال له حاضر روك تيكس روك تيكس وبعدين سي ثري يبدو كأنه بيدق ببلاش لكن بيفرغ مربع لهذا الحصان للفوز باحد الفيلة اكل بيدق في بيدق بعدين كوين جي سيكس والتي تبدو وكأنها تهديد قاسي جدا اللي هو لو انت عملت اي حاجة غلط دلوقتي مثلا مثلا اكلت كده مثلا فانا حقفز فانت تمشي فانا اكل فانت تاكل تخلصنا من مدافع هذا الحصان ودلوقتي باكل قطعة كاملة زيادة الاسود بيفوز لكن الانجين شايف ان دي بلندر وتعطي تفوق ستة للابيض بعد نقلة واقف في فيديو فكر وانا هاعتبر ان انت رجعت نايت جي ثري ايه ده ويبني نفس التهديد الهبل ده مايقفز كوين افتو ماشي ماياكل وبعد ماياكل يا في ايه مش فاهم بعد ماياكل اهمية النقلة البينية وانك ماكملتش انتشارك بيشيب ايش فايف اونلي موف تو وين دي فكرة نايت جي ثري ياكل متات تخيل اوكي مايقنس لعب ايتش فور حمل قطعة عرايق خالص يعني لا ما جابش الفكرة الالمعية بس جيدة ممتازة ما زال يحافظ على تفوق نايت سي فور مشي اكل البدأ بتاعه اللي كان مضحيه من ثلاث اربع سنين او من ثلاث اربع نقلات قد الوزير مشي وسقط بيدق المطشباز كأنه بيلاعب ابن اخته كأنه بيلاعب عين صغير مش بيلاعب فيروزة ذو الاسم والسيط تعال انكسر حاضر بص 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 الافترة في السكة الاشاش بيأكل رايح طلع واكل نازل واكل فصان في بيدأ في السكة قطعتك ببلاش اصل ولو كانت ارجع اكله ماشي شكرا حسب يا الله ونعمله ماشي قطر خيرك وانتهت الامور في الاخر ان الرجل معاه بيادق كتير جدا ومعاه رخ نشيطة وبياخد بيدأ كمان وبيدأ بيسلك فالرجل انسحب ثلاثة صفر كيف تمسك فيروزة تديره ثلاثة صفر وانت بتقول انك زهق ام الشطرنج زهق يا ابني ايه يا ابني انت ايه الحلوة دي ايه الحلوة باسم اللهم صلى عناب عليك عارف انت مش معقول اسطوري بصراحة اسطوري خلونا ننتظر لحد ما نشوف الجراند فنالي هيكون بين مين ومين تمنى تكونوا ببسطة واستمتعتوا بهذه التغطية لايك لذيذ واشترك في القناة لو او مرة تشوفنا مهتم بالمحتوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة